اشتركوا في القناة الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي جعل دين الإسلام له دينا ونصب الأدلة على توحيده يقينا وأنزل إلينا كتابا نورا مبينا فصل أحكامه وبينه تبينا الحمد لله الذي شرع لنا دينا قيما وبعث فينا رسولا عالما فأخرجنا الله تعالى به من الظلمات إلى النور ومن الغواية إلى الهداية ومن الضلال إلى الهدى ومن الغواية إلى الرشد ومن الجهالة إلى العلم فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن قومه ورسولا عن أمته أحمده سبحانه وتعالى حمد المستزيد من إفضاله الراجي لمثوبته المشفق من عقوبته الخائف من عذابه والوجل من عقابه حمد من عافاه مولاه فشكر وابتلاه فصبر وأمره فأتمر ونهاه فازدقر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تبرئ قائلها يوم يلقى ربه فتزحزحه عن سعرات النيران وترفعه إلى أعلى بحبوحات فراديس الجنان وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ونبيه ورسوله وصفوته من خلقه وخليله أفضل الأنبياء رسالة وأسهلهم شريعة ومقالة وأعظم الخلق هيبة وجلالة وأشدهم في الحق بأسا وبسالة أكثفهم جيشا وجنودا وأثبتهم راية وصمودا أقواهم إيمانا وأكثرهم إحسانا وأثبتهم أركانا شمس الحقائق وضياها وبدر المعارف وبهاها ولفظ الرسالة ومعناها وعرش الأخلاق ومغناها وينبوع الفضائل ومجراها ومرآة العلوم ومجلاها وضيف السماوات وإمام صلها بلغ العلا بكماله كشف الدجا بكماله عظمت جميع غصاله صلوا عليه وآله أبني لا تدعي الصلاة على النبي إذا تشهد في الصلاة مقيما صل الإله وسائر الأملاك قد صلوا عليه وزادنا تعليما إذ قال في آي الكتاب لتفهموا وكفى برب العالمين عليما يا أيها الحزب الذي قد آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإني أحييكم بداية بتحية الإسلام الخالدة الطيبة المباركة بتحية أهل الأرض وأهل الجنان بتحية أهل القرآن بتحية مضمخة بعبير الأخوة ومسربلة بأثواب الإيمان فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته ثم إني أحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا مبالغا فيه لا ينبغي لأحد غيره لجلال وجهه وعظيم سلطانه ثم إني بداية أوصيكم ونفس الخاطئة المذنبة المقصرة بتقوى الله سبحانه وتعالى فإن تقوى الله سبحانه هي حسن الله الحصين وهي الطريق المبين وهي الصراط المشتقيم بتقوى الإله نجاما نجا وفاز ونال الذي ارتجا ومن يتق الله يجعل له كما قال من أمره مخرجا نعم كنت أتمنى لو أني أكون في مقام المستمعين لا في مقام المتحدثين وفي مقام المنسطين لا في مقام المتكلمين وكان من الجدير أن يقوم مكاني من هو أفضل مني وأحسن مني وأعلم مني إلا أنكم بليتم فاصبروا فإن الله مع الصابرين لا شك أن الجميع يدرك أن الله سبحانه وتعالى خلقنا في هذه الحياة الدنيا وأسبغ علينا صنوفا من الدعم ومن أعظم نعم الله سبحانه وتعالى نعمة الإيمان بالله الواحد الديان ثم بعد ذلك نعمة الفصاحة والتبيان والنطق باللسان نعمة النطق باللسان والفصاحة والبيان نعمة من أجل نعم الله سبحانه وتعالى على هذا الإنسان ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى الإنسان أن يصون لسانه عن غيها فإن لللسان آفات ذميمة تجره إلى مهاو الردى وتخلده في حر نار لضاء منع اللسان عن الكلام لأنه كهف البلاء وجالب الآفات فإذا نطقت فكل ربك ذاكرا لا تنسه واحمده في الحالات نعم كثير من المسلمين أو كثير من الناس يتورع عن أكل اللحوم المستوردة يتورع عن أكل هذه اللحوم المستوردة ولا سيما المعلبة منها وذلك خشية أن تكون قد ذبحت بغير الطريقة الإسلامية وغير الطريقة الشرعية وهذا سعي مشكور يحمدون عليه ولا سيما في زمان كثر فيه واختلط فيه الحق بالباطل والحابل بالنابل وكثر التدليس على المسلمين والغش لهذه النحلة المباركة ولهذه الأمة الطيبة فكان من الأمور المحمودة أن يتحر الإنسان عن ذلك أيما تحرّ ولكن هناك لحوم خفيت على رقابة هؤلاء المتوقين وخفيت على هؤلاء المحتاطين فأكلوها أكلاً لما ونهشوها نهشاً جمّا هذه اللحوم التي يتورعون عنها لحوم حسية يعالجون أكلها ومضغها وما شابها ذلك أما اللحوم التي ما استطاعوا أن يتنزهوا عنها هي لحوم ليست بحسية إنما يأكلون لحوماً وبنفس الأكل التي يأكلون بها اللحوم التي إلا أنها بطريقة أخرى يأكلون أتدرون هذه اللحوم التي يأكلها هؤلاء الناس إنها لحوم البشر عياذاً بالله تبارك وتعالى إنهم يأكلون لحوم البشر وينهشونها نهشاً بكلمات تنضح فحشاً وبألفاظ بذيئة ويأكلون هذه اللحوم وهم لا يشعرون أنهم يأكلون لحوماً عن طريق الغيبة والنميمة حياذاً بالله تبارك وتعالى هذه المعصية الذميمة وهذه الموبقة الكبيرة وهذه الفضيحة النكراء التي انتشرت في أوصات الناس فلم يسلم منها أحد إلا من رحم ربك وحفظ لسانه فانتشرت في أوصات الناس كانتشار النار في الهشيم اليابس انتشرت في أوصات الرجال والنساء والصغار والكبار ولم يسلم منها أحد إلا من رحم ربك فتراهم يشبعون مجالسهم وأماكن استجمامهم بلغو الحديث غيبةً وازدراءً وسخريةً وتمعورًا بالكلام وتشدقًا به ولا يقيمون لذلك ديناً ولا مرؤةً ولا يمنعهم في ذلك دين ولا مرؤة ولا شهامة ولا رجولة إنما أطلقوا ألسنتهم مقراضًا للأعراض بألفاظ تنهش نهشاً وكلمات تنضح فحشاً ونسوا قول الله سبحانه وتعالى سنتب ما قالوا نسوا قول الله سبحانه وتعالى وقفوهم إنهم مسؤولون هؤلاء الذين أطلقوا ألسنتهم للناس لم يتورعوا حتى في شهر الصيام فهؤلاء هم لصوص رمضان صاموا على ما أحل الله تبارك وتعالى من الأكل والشرب وأفطروا على ما حرم الله تبارك وتعالى من الغيمة والنميمة والسخرية بعباد الله تعالى والإزدراء لخلق الله تبارك وتعالى والمرء لا يستكمل الإيمان إذا رأى لنفسه أثمانا من لم ينلحظاً من التواضع يرمى به في أسفل المواضع من وجد في نفسه علواً على غيره فهو الذي يرمى به في أسفل المواضع أما من تواضع لخلق الله والله سبحانه وتعالى عندما وصف المؤمنين وصفهم بأنهم رحماء فاقت هذه الصفة درجة المحبة ودرجة الأخوة وصفهم رحماء ووصفهم أذلة أي بلغ بهم الأمر إلى أن يذل أحدهم للآخر فاقت درجة التواضع فهم تعدوا مراحل التواضع حتى وصلوا إلى الذل لبعضهم البعض فأكرم بها من صفات تعففاً منهم ومن كمثلهم أكرم بهم من عصبة أكرم بهم كانوا يموتون على ما أبصروا من الهدى ما بدلوا وغيروا والمؤمنون وصفوا بالأحيا فهم لأجل الامتثال أحيا ومن عداهم فهم أمواتوا وإن يكونوا بيننا ما ماتوا وفي هذا الشهر الكريم نرى كثيراً من الناس يطلق لسانه في أعراض الناس يتكلم في غيره يتكلم في فلان وفي فلان يتكلم في المدرس الفلاني وفي الشيخ الفلاني وفي العالم الفلاني ولا يجد في ذلك غضاضة وبعد ذلك يواصل صيامه وقد أفطر على ما حرم الله تبارك وتعالى على ما حرمه الله تبارك وتعالى يروي أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش وفي حديث أبي هريرة الآخر ليس الصيام عن الأكل والشرب وإنما الصيام عن اللغو والرفث وفي حديث أبي هريرة الثالث عند أحمد وأصحاب السنن والمسانيد من طريق أبي هريرة ومن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه اسمع من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه والله سبحانه وتعالى نهى عن الغيبة وحذر منها وحذر من أنثالها وحذر مما يقرب إليها حذر من السخرية حذر من السخرية المؤمنين والمؤمنات بخطابين حذر المؤمنين والمؤمنات بخطابين بل قيل حذر المؤمنين بخطابين وحذر المؤمنات بثلاثة خطابات في هذه الآية على قول بعض أهل التفسير الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكون خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا خطاب عام لجميع المؤمنين والجميع المؤمنات وهذا الخطاب الله تبارك وتعالى يخاطب به من تخصل بخصلة الإيمان من وقر الإيمان في قلبه وخالط شآبيب فؤاده واختلط في روحه في تعامله في استقامته في مبادئه في عقيدته يخاطبه الله سبحانه وتعالى بألطف عبارة وأرق تعبير يا أيها الذين آمنوا يا من آمنتم بي حق الإيمان يا من آمنتم بالواحد الحي الديان يخاطبهم الله سبحانه وتعالى لماذا؟ لأن المؤمن حي لأن المؤمن حي في تعامله في مشاعره في أحاسيسه في مبادئه في استقامته في عبادته في عقيدته وهذه الحياة ليست حياة اعتباطية إنما هي حياة حقيقية تتمخض منها يتمخض منها عمل صالح أو تتمخض هي عن عمل صالح أو تتمخض بعمل صالح ينضح في جوارح هذا الإنسان خاطبهم الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا بهذا اللفظ والمؤمنون وصفوا بالأحيا فهم لأجل الامتثال أحيا فإذا سمعت الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا فأعرها سمعك فإما أمر تؤمر به وإما نهي تنهى عنه وإما بشرى يزفها لك وإما تحذير يحذرك منه فإذا أمرك فأتمر وإذا نهاك فازدقر وإذا حذرك فاحذر وإذا بشرك فاستبشر والمؤمنون وصفوا بالأحيا فهم لأجل الامتثال أحيا ومن عداهم فهم أموات وإن يكون بيننا ما ماتوا فهؤلاء وباقي الناس همل الرعاع وفي إيجادهم لله حكمة يبكى علينا ولا نبكي على أحد لنحن أغلب أكبادا من الإبل خذ ما أتاك ودع قولا سمعت به في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحلي يا أيها الذين آمن هذه اللفظة يدخل فيها المؤمنون والمؤمنات لا يسخر قوم من قوم كلمة قوم كلمة عامة يدخل فيها الرجال والنساء وقيل أن الخطاب هنا في كلمة قول الرجال وبعض أهل التفسير يقول بأنها للرجال والنساء قوم موسى قوم فرعون قوم كذا قوم كذا فيدخل رجالهم ونساؤهم ما هكذا فإذن صار للمؤمنين خطابان وصار للمؤمنات لحد الآن خطابان على القول الثاني من أهل التفسير ولا نساء من نساء أكد النساء بخطاب ثالث أو بتوجه خطاب ثالث إليه ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منه لينبه أن هذه الكارثة أو هذه هذه الجريمة أو هذه المعصية تكثر في مجتمع النساء أكثر مما تكثر في مجتمع الرجال وذلك لغلبة العاطفة على النساء وقد تدفعها هذه العاطفة لأن تثأر لنفسها أو تثأر من يعني صاحبتها والله سبحانه وتعالى يتبع ذلك يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إذ ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا نص في الموضوع ولا يغتب ولا يغتب بعضكم بعضا وهنا نهي والنهي يحمل على التحريم ما لم تصرفه قرينة إلى غير ذلك أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم شبه الله سبحانه وتعالى الوقوع في أعراض الناس كمن يأكل لحم أخيه ميتا يراه ميتا أو يراه ميتا هناك فرق بين ميت ومين ميت يا سائلي عن تفسير ميت وميت فدونك تفسيري على ما أنت تسأل فما كان ذا روح فذلك ميت وما الميت إلا من إلى القبر يحمله الحي يقال له أنت ميت إنك ميت وإنهم ميتون الله تعالى يخاطب نبيه وهو يملأ لباسه يملأ ثيابة ويملأ السمع والبصر فيقول له إنك ميت فهي واقعة مآل أما الميت فهو واقعة حال نزل به الموت فكان حاله في عداد الأموات يا سائلي عن تفسير ميت وميت فدونك تفسيري على ما أنت تسأل فما كان ذا روح فذلك ميت وما الميت إلا من إلى القبر يحمله فإن الله تبارك وتعالى يشبه من يأكل لحم أخيه ومن يقع في عرض أخيه كمن يأكل لحم أخيه ليس هذا فحسب ميتا يأكل لحم أخيه الميت وهو في حالة موته في حالة يعني في حالة الشفقة والمرحمة في حالة تستدر العواطف والشفقة على تلكم البثة الهامدة فيقوم الإنسان فينهشها نهشا وهو لا يبالي هذا يعني الاقتران بهذا التحذير وبهذا النهي نليل على التشديد والمبالغة في هذا النهي فليس هو نهيا هكذا وإنما هو نهي مؤكد ومشبه بقرينة مقززة ومنفرة ولو أتينا إلى الحيوانات مثلا عزكم الله تعالى فإن ليس من الحيوانات من يأكل لحم أخيه فالأسد لا يأكل لحم أخيه والذئب وإن كان ضاريا لا يأكل لحم أخيه والضبع كذلك لا يأكل لحم أخيه أتدرون من لللي يأكل لحم أخيه الهرة أو الهرة القطط تأكل لحم أبنائها الصغار الهرة تأكل لحم ابنها الأول بعد الولادة مباشرة حتى لا تصاب بحم النفاس لأن القطط تصاب بحم النفاس فعلاجها في ذلك أن تأكل ابنها البكر ولكن ليس من الحيوانات من يأكل لحم أخيه إلا الكلب فالله تعالى يمثل من يأكل لحم أخيه بهذا الحيوان الكلب ماشي باس عليه الكلب أخوه يمشي مع ليل النهار فإذا ما مات القض عليه فلهذا الله سبحانه وتعالى يريد من هذا الإنسان أن يربأ بنفسه أن يكون في مثل هذا الحضر ولأكل لحم الجيف المنتنة التي نقع ريحها ونخرها الجود أهون للإنسان من أن يقع في عرض أخيه المسلم فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما يذكر ابن هشام في سيرته لما رجم ماعز بن مالك الأسلم عندما جاء يعترف إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا يا رسول الله طهرني فقد زنيت قال لعلك قبلت لعلك لمست قال بل زنيت قال لعلك نظر قال بل زنيت قال ويحك يا هذا أتدري ما الزنا فأشاح بوجهي عنه فجاءه يا رسول الله إني قد زنيت قال ويحك ثكلتك أمك أتدري ما الزنا فقال أفي الرجل جنون قالوا له يا رسول الله ما علمنا فيه ما السجنون ما علمنا فيه ما السجنون قال أث الرجل أشرب خمرا فقام رجل من الصحابة فاستنكه أي فشم فمهو ليشم ما فيه من السكر فقال يا رسول الله ما به من شيء فقال ثكلتك أمك أتدري ما الزنا قال نعم يا رسول الله أن يأتي رجل امرأة بالحرام كما يأتي كما يأتي مرأته مرأته بالحلال فقال وما تريد قال أن تطهرني قال نعم قال له رسول صلى الله عليه وسلم فنعم فأمر له فأمر به وحفرت له حفرة ووضع في تلكم الحفرة ورجم ثم بعد رجمه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلين من قرابته يقول أحدهما للآخر ألم ترى إلى الذي سترى الله عليه فلم تدعه نفسه حتى وجم رجم الكلب فسمعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأسرها في نفسه فمشى بهم سويعا حتى مروا على جيفة حمار مرتفعة أرجله منتفخة بطنه ناقعة ريحه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين فلان وفلان قال نعم يا رسول الله قال انزل وكلا من جيفة هذا الحمار قال يا رسول الله أمثل هذه تؤكل قال ما نلتما من عرض أخيكما آنفا أشد أكلا منه ووالذي نفسي بيده فإنه في أنهار الجنة ينغمس فيها وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل فوقع فيه رجل قام رجل واستاذا فتكلم فيه رجل في شيء فيه فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم للذي تكلم فيه أخيه تخلل ماذا قال له تخلل ما معنى تخلل أي أزل بقايا اللحم من بين أضراصك قال له تخلل قال يا رسول الله مما ما أكلت لحمة قال بل أكلت لحمة أخيك فعلى الإنسان منا أن يمسك على لسانه على لسانه وأن يعب عليها فمن كان منكم متكلما فلا يتكلما إلا بخير أو ليصوت والنبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن امرأة تقوم الليل وتصوم النهار ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي في النار هي في النار هذه صحابية هذه في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فماذا أقول أنا وماذا تقول أنت وأنت وأنت إذا كان ذلكم الشاب الذي في غزوة أحد يستشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم قاتل في سبيل الله مقبلا غير مدبر صابرا محتسبا القتال مع النبي صلى الله عليه وسلم والشهادة ثم بعد ذلك عندما وقدوه وقدوه معفر الجبين وقد ربط الحجارة على بطنه وكانوا من شأنهم لا يربطون الحجارة إلا من المخمصة من الجوع فلعله كان صائما جهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر ثم بعد ذلك يستشهد وقد يكون صائما فعندما نفذ الصحابة جاءته أمه فنفذت عن جبينه التراب والنبي صلى الله عليه وسلم واقف فقالت له هنيئا لك يا بني الجنة فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما يدريك لعله تكلم فيما لا يعنيه الله أكبر تقول لها نيئا لك يا بني الجنة قال لها وما يدريك لعله تكلم فيما لا يعنيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول عن أصحابه لو أنفقتم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغتم مد أحدهم أو نصيفة لو أنفقتم في سبيل الله مثل جبل أحد ذهبا ما بلغتم نصف مد أحدهم أو نصيفة فلهذا الغيبة تأكل الحسنات ويروى عن أحد التابعين أنه أخبر عن رجل يغتابه فأرسل إليه بصحن فيه رطب فقال لهم اذهبوا إليه به وقولوا له هذا من عند فلان وليعذرنا على الهدية فقيل له لما قال لأنه أهدانا حسناته وهديناه رطبا طبعا فرق من الحسنات والرطب فأرسل إليه رطبا وقال يعني خلي سامحنا الهدية ما فهكذا الغيبة تأكل الحسنات وتذهب بالحسنات والغيبة هي كما عرفها النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي ذكرك أخاك بما تكره بما يكره ذكرك أخاك بما يكره فإن كان في أخيك ما ذكرت فهي ضيبة وإن لم يكن فيه فهو بهتان لهذا كان الإنسان أن يربع بنفسه عن أي أنوع من أنواع هذه الغيبات عن غيبة العلماء فمن الناس من أطلق لسانه في العلماء وأهل الفضل وأهل العلم ومن كان لهم يد بيضاء على الناس يطلق لسانه مقراضا للأعراض يطلق لسانه في هذا الإنسان وكأنه قد وكل إليه علم الجرح والتعديل ولا يظن بأن لهؤلاء حرمات عند الله سبحانه وتعالى والمستخف بالمقام الأفضل تنزع عنه بركات العمل أعني بذاك العلماء لأنما قلوبهم قلوبهم فيها الكتاب رسم فهي نظير اللوح حيث كان كلاهما قد جمع القرآن نعم فليحذر الإنسان من أن يقع في أعراض العلماء كذلك ذكر ابن عساكر أنه من وقع في العلماء من تكلم في العلماء بالثلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب وهناك غيبة الوالدين من الناس من يغتاب والدين خاصة إذا كانت شحنا بين الزوجين بين الوالدين فيميل إلى الآخر فيذكر أباه عند أمه ويذكر أمه عند أبيه وهكذا يغتاب والديه حياذا بالله تبارك وتعالى وغيبة يعني غيبة المدرسين لطلابهم ذلك المدرس يطلق لسانه في ذاك الطالب يغتاب ذلك الطالب ذاك الطالبون طمه ما يعرف شيء وهكذا وغيبة طلاب لمدرسيهم وكذلك غيبة الطبيب للمرضى وغيبة المرضى للأطباء وغيبة يعني الموظفين لمرؤوسيهم وهكذا فإن الله سبحانه وتعالى حرم ذلك كله فمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه من كان لديه ملاحظة على إنسان فليذهب إليه إذا رأيت أخاك قد انكشفت عورته فلا تخبر الناس أن انكشفت عورته عورته وإنما أصلح أنت استر عورته أنت فإن الناس لم يرواها بعد وهكذا وهناك ست حالات يذكر فيها الإنسان غيره ولا تعد غيبة وهذه من القضايا التي أريد أن أذكرها الآن في هذا المضمار هناك ستة حالات ست حالات وإن تكلم الإنسان فيها في غيره في غير حضاته ولكنها لا تعد غيبة والقدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذري ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر والقدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذري ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر هذه الحالات الست لا يكون لا تكون فيها الغيبة أو لا تكون فيها التحجث عن في غير حضرته لا تعد غيبة شرعية أولا التحذير والقدح ليس بغيبة في ستة متظلم أن يتظلم الإنسان أمام قاض من القضاء أو أمام حاكم أو ما شبه ذلك فيتظلم أن فلانا سلبني أرضي سرق مالي اغتصب أرضي أو ما شبه ذلك فيذكره بعيب فيه وهو غير موجود لكنه من بابه هل من باب التفكه؟ هل من باب يعني إشباع الحديث بأن له الحديث؟ كلا وإنما من باب أن يتظلم يرفع مظلمته نعم متظلم ومعرف القضية الثانية أن يذكر الإنسان إنسانا بما يكره في غير حضرته إذا كان من باب التعريف فلان مثلا اشتهر بشيء فيه أو عرف بشيء فيه والناس لا تعرفه إلا بهذا يعني بهذه الشهرة جاء إنسان غريب يقول أين فلان بن فلان بن فلان بن فلان النسفة تعرفه لكن تعرفه فلان لعري تعرفه فلان لعور تعرفه فلان كذا لا صم أو ما شابه ذلك تعرفه مشهور معروف أو بلقب مثل هذه الألقاب وهو يكره قد يكون هو يكره ذلك لكن مشهور معروف هكذا في عائلته هكذا معروف فذلكم الإنسان يضطر حتى يعرف بهذا الإنسان يضطر إلى أن يذكر يضطر اضطرارا من أجل التعريف من أجل يوصل إلى شخصه وخص له أن يذكره بتلك اللفظة أن يقول فيه أن يقول فيه تلك اللفظة فقط متظلم ومعرف ومحذري المحذر وأن يحذر الإنسان من إنسان فاحش فاسق يحذر منه الناس يحذر منه كذا فقد جاءت فاطمة بن تقيس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت له يا رسول الله إن معاوية وابن جهم يخطباني فمن أنكح أو فمن أنكح منهما فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوك لا مال له وأما ابن جهم وأما ابن جهم فهو لا يضع العصى عن آتقه قال المفسرون لهذا الحديث قالوا عدم وضع العصى عن آتقه كثرت ضربه للنساء فيحذرها النبي صلى الله عليه وسلم ترى ما يضع العصى عن آتقه وقيل كثرت لا يضع العصى عن آتقه كثرت الترحال من دون ما يقلس مكان من مكان إلى آخر ولكن أنكح أسامة فنكحت أسامة فهنا تحذير وهما غائبان فحذرها النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك متظلم ومعرف ومحذري ولمظهر فسقا لا غيبة لفاسق أذيعوا أمر الفاسق ليحذره الناس أذيعوا أمر الفاسق ليحذر الناس خبره إلى آخر تلكم الروايات فالفاسق الذي اشتهر بالفسق والمجون ويذاع خبره حتى يأمنه الناس لكن من باب أن تكون تحقيق هذه المصلحة فقط لا أن يتفكه الإنسان به ويجعله فاكهة حديثه متظلم ومعرف ومحذري ولمظهر فسقا ومستفت أن يستفتي الإنسان عن إنسان في شيء فيه عيب فيه فيذهب إلى العالم ويقول له يعني ما قولك في فلان أو كذا قد يذكره وقد لا يذكره ولكن يعنيه وهكذا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر إذا كان الإنسان يدعو إلى إزالة منكر فما استطاع أن يغيره بنفسه أخوه في البيت لا يصلي الفجر في جماعة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عندما كان أبو بكم الصديق في سكرات الموت جاءه على فراش الموت جاءه قال له يا خليفة رسول الله أوصني بوصية أحفظها قال يا عمر إني لأوصينك بوصية فاحفظها يا عمر من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله الله أكبر فهو في ذمة الله هذا الأخ مثلا لا يصلي الفجر معك في البيت لا يصلي الفجر تنصحه يقول الصلاة حالك الجن حالك ماذا تفعل ولكن لأخيك أخ أو صديق أو إنسان يحترمه ويبجله ويخجل من فتستطيع أن تذهب إلى فلان لذلك مرمجل وأن تخبره عن أمر أخيك وأن فيه هذه الخلة وهذه الخصلة التي تريد بها إزالة هذا المنكر فهذه لا تعد غيبة إذن الله تعالى هناك بعض الناس يعني لا يلفظ الإسم وإنما يكون قابق أو صيد أو أدنى يعني يقول مثلا جاري اللي مع السيارة الفلانية عقب مقاصر عاد ترك وهكذا أو أنه يلمح بشيء يعني موجود فيه بحيث أن لا يحيل العقل غيره أو لا يتصور يعني العقل غيره ويقول فلان الحرف الأول بالإسمه كذا فلا فهذه تصريح فهذا تصريح فلينبغي على الإنسان أن يترفع عنه والغيبة هي أربى الرباء وجاء في الأثر عن كثير من العلماء أو عن بعض العلماء كما ذكر ذلك الإمام نور الدين السالم رحمه الله في المعارج لغيبة واحدة أشد من ثلاثين زنية في الإسلام الغيبة الواحدة أشد من ثلاثين زنية في الإسلام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوقينا شرور الألسن ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن خواتيمنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم اقعل اجتماعنا هذا مرحوم وقعل تفرقنا من بعده معصوم ولا تدع فينا ولا من بيننا ولا من يعز علينا شقيا ولا محروم اللهم اقعلنا بالعلم عاملين وللحق قائلين وعلى الصراط المستقيمين وعن الفحشاء مائلين وابعد عنا كيد الضالين والظالمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا بد لنا من لقائك فقعل عذرنا يومئذ مقبولا وذنبنا مغفورا وعيبنا مستورا وسعينا مشكورا وديننا مقضيا يا الله يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا بد لنا من لقائك اللهم لا بد لنا من لقائك اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار توفنا إله مسلمين وألحقنا بالصالحين واجعلنا مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم إنا نسألك صلاح القلب وسلامة الصدر وسخاوة النفس ورحمة المساكين والنصيحة للمؤمنين والشفقة على الدين والمحبة لرب العالمين اللهم اجعلنا من البكائين على ذنوبهم والنواحين على نفوسهم الفارين من ذنوبهم الأوابين بقلوبهم المشتاقين إلى ربهم الشاكرين الله على كل حال اللهم اجعل عملنا عمل المخلصين وعبادتنا عبادة المتقين وخشوعنا خشوع المخبتين وشكرنا شكر المطيعين وطاعتنا طاعة المؤمنين ويقيننا يقين العارفين اللهم اجعل النور في أبصارنا واليقين في قلوبنا والصحة في أبداننا والنصيحة في صدورنا وذكرك في الليل والنهار على ألسنتنا يا من سجل لك سوال الليل وضياء النهار وشعاع الشمس ونور القمر اللهم لا تطردنا من رحمتك ولا تهتك عنا سترك يا من أظهرت الجميل وسترت القبيح ولم تآخذ بالجريرة ولم تهتك السريرة اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا طبقا غدقا سجلا زللا فراتا سلسبيلا نافعا غير ضر عاقلا غير آجل تجر به الضرع وتنبت به الزرع وتحيي به أرضك وتغيث به عبادك يا ذا الجلال والإكرام اللهم قللنا سحابا كثيفا ضلوكا ضحوكا تمطرنا به رذاذا قطقطا سجلا يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا خلق من خلقك ليس لنا غينا عن سقياك اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم إنا في البلاد والعباد من اللأواء والشدة ما لا يخفى عليك وما لا يعلمه إلا أنت اللهم اسقنا يا الله يا ذا الجلال والإكرام اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واقطع اللهم دابر أعداء الحق والدين واستأصل شأفتهم ولا تدع لهم من باقية اللهم وصل أبدا أفضل صلواتك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك محمد وآله وسلم عليه تسليما وزله شرفا وتكريما وأنزله المنزل المقرب عندك يوم القيامة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أحسنتم وجزاكم الله خيرا